حراك جماهري فعلي وهناك حراك جماهري نتيجة لضغوط من قبل أشخاص معينين لأجل مكاسب أو مصالح الحراك الجماهري الذي قام به سيد حميد الياسري هو من النوع الثاني للأسف الشديد حالة من خيبة الأمل سيطرت على الأوساط المدنية والاجتماعية بعد تراجع آمري لواء أنصار المرجعية عن الخروج بتظاهرات في المثنى احتجاجا على الفساد ومكاتب الاقتصاد التابعة للأحزاب وكان قادة الحراكة وغالبيتهم ناشطون وشيوخ عشائر في السمو والرميثة متحمسون للخروج بالتظاهرات التي كان متوقعا لها أن تمتد إلى محافظات أخرى لكن ذلك لم يحدث وأعلن الياسري تأجيل تظاهرة الأربعاء بعد لقاء جمعه برئيس الوزراء محمد الشعى السوداني عزيا ذلك إلى ستة مكاسب ثقيلة لمحافظة المثنى ويعتبر ثنيو الياسري عن الخروج بالتظاهرات نجاحا لرئيس الوزراء الذي استطاع احتواء الأزمة ومنح الحكومة فرصة لتحقيق الاستقرار بالمثنى وكذلك محافظات الجنوب ومن أبرز تعهدات السوداني للوفد الذي ترأسه الياسري هو تشكيل لجنة من مكتب رئيس الوزراء للإشراف على جميع مشاريع السماوة وعدم السماح للمحافظ وأعضاء مجلس محافظة بالتصرف بالأموال الحكومة قررت أيضا تشكيل لجنة يمد رئاسة رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لكشف ملفات الفساد وهدر المال العام في المثنى منذ عام 2003 ولغاية اليوم والأهم من هذا كله استحصال مبلغ 37 مليار من الحكومة تسلم إلى لجنة من مهندسين من مكتب رئيس الوزراء لإقامة مشاريع خدمية تقدمها لجنة المظاهرات الشعبية ورغم أهمية هذه القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء في تثبيت الهدنة لكن الناشطين اعتبروا مؤفقة اليسر عليها تراجعا عن وعوده بمحاربة الفساد